في مصر لان احنا دولة مركزية من سبع تلاف سنة عندنا حكومة قديمة عمرها الاف السنين طبعا مش حكومة دكتور مصطفى مدبولي بس مصر دولة مركزية نشأت فيها الحكومات من زمان مع وجود الحكومات على مدار التاريخ ظهرت فكرة الاطراج ان يبقى الحكومة دي عندها درج لما الدرج يبقى في حاجة مش عايزها تروح دفنها في الدرج ده المواطنين ايضا والمرأة على دين ايه حكوماتهم راحوا بنين لنفسهم برضو ادراك خلوا ادراك تعال اشوف ادراك مثلا زي ادراك ليه الحكومة عندنا درج اسمه درج الاهمال ده درج تلاقي كل موظف حكومي مش كل بعض موظفين الحكوميين من الاهمال يولا كله متستف كله زي الفل ويروح دافن في الدرج في المقابل عندنا المواطن عنده الدرج المفتوح درج المفتوح بتاع الرشوة وبتاع الفساد هل نحن نتهم كل موظف الحكومة الاجابة لا بس عندنا الدرج المفتوح سبعة الخيرة باشا الشاي باشا اخبارك ايه امر يعني عارف الكلام الحلو ده ده انا نزلت النهاردة على اللحم بطني حاجات كده المهم اي وسيلة ان انا استدر عطفك وطلع الجنيه من جيبك عندنا درج عاملالحكومة ايضا اسمه درج الدراسات المتخصصة ده درج خاص بان الحكومة تجيب شركات اجنبية كبيرة يعملولها دراسات حول مشروعات عظيمة او حول قضية مثلا زي قضية المرور ويدفع فيها ملايين اليوروهات ومع ذلك تدخل جوه الادراج عايز اقولك بقى ان ادراج الحكومة زادت درج حكومة دكتور مصطفى مدبولي زودت درج درج تحط فيه قضايا تعمل سقب جماهير كبير وتبقى انت قاعد مستنفر مع وسائل الاعلام على اساس ان القضية دي بقى مش هنروح ان لو احنا عارفين رصنا من رجلينا 24 ساعة ونعرف حلها ومع ذلك ما تلاقيش تعال انا اخد مثلا الدرج الاخير اللي فتحته حكومة دكتور مصطفى مدبولي حطت فيه ايه حطت فيه ايه كده جوه الدرج وراح تقفل على الدرج ايها تفرق فيها ايه يعني ده منطق حطت فيه حركة المحافظين مثلا حركة المحافظين كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موجود في موروتانيا بيحضر قمة مؤتمر للتعادل افريقيا وهيجي يوم الثلاثة يلقي بيان الحكومة امام مجلس النواب دستوريا قبل ما يلقي البيان دي البيان ده لازم تكون حركة المحافظين موجودة الاسبوع فات يابا ويوم جر يوم والنوم في العسل وما فيش ايه امر ما فيش حركة المحافظين طب فين حركة المحافظين اللي الاعلام قاعد يشتغل عليه انا قريت منشطات صحفية لصحف حكومية حركة المحافظين خلال ساعات انا قريت تسميات لمحافظين والتسمية جاية من داخل مطبخ العمل الوزاري والحكومي يبقى الحكومة هنا اخترعت لنا درج كبير تحط فيه حاجات تعال اقولك على ملف تاني حطته الحكومة في الدرج ملف اسمه مستشفى 57 قضية جدلية كبيرة فجرأة الكاتب الكبير وحيد حامل وحصل رد عليه من ادارة المستشفى فطلعت احدى الوزارات المعنية من حكومة دكتور مصفى مدبولة انها تشكل لجنة على اعلى مستوى للحسم والبت والفصل في كل ما تعلق بمستشفى 57 وحددت موعد لانتهاء عمل اللجنة بل طلعوا خبر ان عمل اللجنة انتهى صباح اليوم كل ده زال فل وان التقرير خلال ساعات وبعدين تلعلك سطر صغير في الجرنان كده يقولك ايه جرأ تمديد عمل اللجنة طب لحد امتى التمديد مثلا ولا تعرف يا امر ولا تعرف في البلد دي راسك من رجلك انا بذكر لك وقائع لو انا بقولك كلام مرسل قول خير ده طالع يتجن ويقول اي كلام انا جبتلك حركة المحافظين اهو عيني في عين الحكومة وش في وش الحكومة يا حكومة فين حركة المحافظين ولا الهوة عيني في وزيرة التضمن دكتورة غدا والي اخبار تقرير اللجنة اللي حضرتك شكلتها من كبار 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 رجال الرقابة والمتابع عندك في الوزارة واجهزة رقابية في حسب مستشفى 57 ولا لو تعالى اخد لك ملف تالت كل ده محدود في درجة كبيرة عملته حكومة دكتور مصفى مدبول ملف يتعلق بالتحاد الكورة يا لوي على الفساد اللي عدنا نقرأ عليه وان طلع اتحاد الكورة ايه اللي حصل قالك راح اقام في جروزني على حساب حاكم جروزني وخد مليون وتمنمائة الف دولار وحطاه في جيبه اتحاد الكورة وصفقة التشيرتات اللي خدها عضو مجلس اتحاد كورة القدم الشهيرة بدأني ده ويه بلاوي ويه التحقيق في ملف وجود الفنانين في فندق اللعيبة ليلة مباراة روسيا ده انا قلت ايه بقى ده الدولة شد تحلها ده التحيات هتبقى على ابوها ده احنا الاول مرة هنعرف راسنا من رأي من ساسنا من راسنا وطلعت هنا كالسازج عمالة طنطن وقول ده الحكومة دي بقى ايه مش هتطيع التاية لكن ايه اللي حصل وتشكلت لجنة على اعلى مستوى وذهبت الى اتحاد كورة القدم جاء ذلك في الانباء والاخبار على اساس انهم حيحكموا ويحسموا ويبتوا اننا نطلع بتقرير كده يبل لي ريئي يقول اتحاد الكورة ده بريء ولا اتحاد الكورة متهم انا ما عرفش ما عرفش اي حاجة ثم اتحطت ده في الدرج اتحطت في الدرج كمان الجواب اللي بعته كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي للسيد وزير الشباب السابق مهندس خالد عبدالعزيز واللي فيه كابتن محمود الخطيب قال لوزير الشباب السابق انا دلوقتي طلقت تبرعات كنادي من واحد اسمه الشيخ تورك قال الشيخ والراجل ده بيت تحبنا في شرفنا وحاجات انا عايز تيجي تحققه تشوفه الارقام عملت ايه سيبك ان مهندس خالد عبدالعزيز بس فيه وزير شباب محترم جيه مكانه شاب كده اربعين يشرح القلب تلاتة واربعين سنة دكتور اشرف صبحي لكن ما سمعناش حاجة عن الجواب ده وتحط ده فيه الادراك ان انت تسمح حاجة ولا الهوى تعال اقولك على درج على الدرج ده تحط فيه ملف كبير قد كده ادحك فيه على الغلابة اتقلهم ان الحكومة بتدرس دلوقتي انها تتفاوض مع اصحاب القطاع الخاص اصحاب المصانع والشركات لاقرار علاوة علاوة غلاق امتها 15% عشان المواطنين الغلابة وزي ما المعاشات خدت والحكومة خدت لازم نرقف بحال الثلاثة وعشرين مليون مواطن اللي بيعملوا في القطاع الخاص وقاعد كل واحد احمد ومحمد وخالد وابراهيم وفتحية وعفاف وسيدة اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص يقولك انا بقبض 2000 جنيه 15% اهجيلي 300 جنيه اهي نواية تسند الزير انا بقبض 5000 يبقى هيجيلي 750 جنيه لكن الملف تسكن ونام وتحط في الادراق طب لحد امتى انا مستعدة اسكر لكم حاجات كتيرة تعال اقولك حاجة السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب الاخير الذي عقد في فندق الماسة عشية ولا ايه كان يوم الرؤية بتاع حلال رمضان وجرى الحديث فيه عن انتخابات المحليات وناشده ناشده بحكم سلطاته البرلمان المصر للإسراع بجراء انتخابات المحليات سباح الفل سباح الفل والعسل والدلع كله مفيش فيش اي حاجة مفيش حتى لجنة شكلت ان احنا هنعمل انتخابات المحليات خلي بالك هقعد اقريفك النهاردة هقعد اقول لك ايه واسف في لفظة اقريفك يعني هقعد اجيب لك موضوعات هشوف انا عمال اذكر لك موضوعات يعني تحس ان الدرج ده يعني بير ملوش قرار ملوش قرار من تحت يترمي في الملف اوبا راح يا باشي ده نعمل اذكر لك حقائق حقائق ارقام بيانات على ان هيطلع فيها حاجة مفيش اذا حكومة دكتور مصطفى مدبولي زودت الادراج درج كبير جدا تضع فيها ملفات محل اهتمام محل استصارة من الرأي العام يحق للرأي العام انه يعرف يعرف ايه اللي حصل في الملفات دي ولا عرف اي حاجة ولا عرف فالناس بتسأل مشى في الشارع تقول يا ربي هو ايه اخبار حركة المحافظين الراجل المحافظ اللي عندنا ده مش شغال مش قاله فيه حركة محافظين والمحافظ هيمشوا يجي محافظ جديد نقول له قلبك ابيض يا مواطن نقبك تلع على شهونة الموظف الغلباني اللي شغال في القطاع القاس بيقول ده نقاري بعيني اللي هيقولها الدود انه هيبقى فيه زيادة 15% نقول له برضو نقبك تلع على شونة ليه ليه نطلع نعمل صخب اعلامي ونتهمي الاعلام انه هو اللي بيروج الاصارة والاعلام بريء من هزي التهمة الاعلام بريء نحن نردد ما يقولوه المسؤولون هم بيقولو كيت وكيت وكيت واحنا بنطلع على الرأي العام اما انه حلل الخبر او نشرحه او نستفسر من مصدره والناس بتقعد تسمعنا لكن المصدقية مش مفقودة فينا كاعلام المصدقية مفقودة في المسؤول اللي طلع التصريح على الحكومة انها تراجع كم ملحوظة اللي انا قلتها الكم ملف اللي جرح اطوم في الادراج الدرج ده كبر اوي انا خايف لو تسألني خايف ان الحكومة حكومة مصطفى مدبولي تظل فتح هذا الدرج وتحط فيه ملفات كتيرة